المترجم للقناة الدول الكبرى وضعت برنامجا زمنيا للثورة نعم برنامجا زمنيا يعني هذه الدول أفهم من كلامك أن هذه الدول تريد أن تتحكم بفرضا فرضا موعد انتصار الثورة أو موعد إسقاط النظام ما هو الغرض أجندات وبرامج وأوقات أنا لا أعرف مثلا كافة أعداسيات هذه البرامج لكن أقول لك يعني صعب علينا أن نخرق البرنامج الزمني الذي يوضع لنهاية هذه السورة صعب أعطيك ذليلا في ذلك كافة الأسلحة والزخير التي تأتي إلى الجيش الحر يسحب منها قلمان السلاح المضاد للطائرات والسلاح المضاد للدبابات التي هي في بلدنا غير قادرين نحن على مواجهتها لو أن الزخيرة التي تلزمونها في أرض المعركة أتت منذ بداية السورة بالأحجام والأنواع التي نحن نطلبها ماذا ستعتقد أننا ستفعلهم؟ لم يبقى هذا النظام شهر أو شهرين على هذه الأرض هل يمكن تهديد؟ العمسان طيب العمسان ما هو غرضهم من ذلك برأيكم؟ الغرض أنا إذا أردت أن أتكلم بصراحة أرى ليس هناك من نتيجة لهذا العمل سوى تدمير البلد وأن نبقى خمسين عام غير قادرين على بناء بلدنا لماذا يريدون تدمير البلد؟ هل هم حاقدون على السوريين لأنهم سوريين مثلاً؟ لا لو تحدثنا بصراحة أكثر طيب خيارات المجتمع الدولي تجاه السوريين إما أن يجدوا فصيل يضمن يضمن الحدود مع إسرائيل وهذا اللي نجده فينتقلون إلى الخيار الآخر ما هو؟ أن تدمر هذه البلد لخمسين عام آخر أما فيما يخص بعض الفصائل التي مثلاً يطالب الغرب بتصنيفها كمنظمات إرهابية جبهة مصر نعم نحن نشعر أن هذه الجبهة بمكان ما هي يمكن الحوار معها حول حول نعم حول طبيعة الدولة القادمة حول شكل الدولة القادمة حول أمكانية هذه البلد على إقامة دولة التي تناسب جميع نحن في مكان ما يجب أن نتعاون ويجب أن نتحاور وأنا على صلة بجميع أنا على صلة بجميع ولا أخذ سرًا بذلك حتى فيما يخص يعني الأخوة في جميع النصرة وأن تعاون في أمكاني كثيرة ماذا تؤيدون أنتم؟ ما هو شكل الدولة التي تؤيدونها؟ أنا بصراحة العبارة أنا أرغب في دولة دولة يعني يكون طبعها حضاري لكن أن يكون شرعها إسلامي يعني مثلا أضرب لك مثلا نحن نرغب أن يكون جيشنا في المستقبل يكون فيه الطابع الإسلامي الظاهر أعطي فرصة شهر واحد للمجتمع الدولي كي يتحرك ويعطي الزخيرة والسلاح للسوار والجيش الحر في الأرض كي نستطيع أن نتحر هذا النظام المجرم شهر واحد إذا وجدنا أن هذا المجتمع الدولي سيتابع في تخازره تجاه سورتنا سنفسح عما لدينا من إثباتات وأنا أقول ذلك وأعتقد أنك تعرف جيدا أننا صادقون فيما أقول